استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على السعود حفظه الله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم رئيس مجلس النواب الامريكي بول رايان وجرى خلال استقبال استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية اضافة الى بحث مجالة التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي لامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي لامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير وخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية ومعالي رئيسي مدس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد الالشيخ ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة لشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عباد مدني كما حضره من الجانب الامريكي عدد من اعضاء الكونغرس المرافق لرئيس مجلس النواب الامريكي اشتركوا في القناة